السؤال الاول بيقول تخير الصواب مما بين القوسين فيما يليه في ذمتي لا اكتهدن في ذمتي لا اكتهدن ما تحت وخط شبه جملة في محل رفع مبتدأ رفع فاعل رفع خبر لمبتدأ محذوف رفع نائب فاعل طيب طلب لما يجي جوا بالسؤال ده انا عايز يوقف عند كلمة في ذمتي كلمة في ذمتي دي تديني احاق بايه يعني تخليني احس بايه اشعر بايه اشعر بان في قسم مدام شبه الجملة اللي بادئ عندي في الجملة بتاعتي يديني احساس بالقسم يديني شعور بالقسم يبدأ خبر لمبتدأ محذوف ليه لان في ذمتي حاسستني ان في قسم ليه هو عايز يقول ايه عايز يقول في ذمتي قسم لو كانت كلمة قسم موجودة يعني شوف انا بقولت انا هو في ذمتي قسم لا اجتهدن لو كلمة قسم موجودة تبقى مبتدأ مؤخر بس ما ينفعش اجيب كلمة قسم لان حذف المبتدأ هنا واجب ليه واجب لان الخبر مشعر بالقسم انا حاسيت ان في قسم بيقول في ذمتي لا اجتهدن فهو عايز يقول في ذمتي عهد لا اجتهدن في ذمتي يمين لا اجتهدن في ذمتي قسم لا اجتهدن تقولي طب ليه ما جابش كلمة قسم او يمين او عهد وكان سهلها علي وكنت اقول ان في ذمتي دي خبر مقدم وكنت اقول عهد او يمين او قسم مبتدأ مؤخر اقولك لا مدام الخبر مشرم بالقسم يبقى حذف المبتدأ هنا واجب وليس جائز فما يقدرش يجبها نرجع تاني من السؤال كده يبقى في ذمتي لا اجتهدن اصبحت اختار الاجابة رقم هختار رقم جيم اللي هي في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف طيب اروح بقى لرقم اتنين رقم اتنين بيقولي في ذمتي لا اجتهدن شوف بقى انا جبت نفس الجملة بس السؤال مختلف بيقولي قدر المحذوف بقى ويعرابه فبيقولي المحذوف في هذه الجملة يمين او قسم او عهد وهي بقى خبر ازاي لما احنا قلنا في ذمتي خبر لمبتدأ محذوف طيب يمين او قسم او عهد مبتدأ يمين او قسم او عهد فاعل يمين او قسم او عهد فاعل لا الاجابة عندي خلاص هي رقم بقى لان انا حذفت المبتدأ اللي هو قسم او يمين او عهد جملة التالتة بيقول في ذمتي لأكتهدن نفس الجملة بس اختلفت صيغة السؤال قال لي اذكر حكم حذف المبتدأ يعني هو هنا تحذف وجوبا ولا جوازا احنا قلنا ما جمع الخبر مشعرا بالقسم يبقى وجوبا يبقى انا هستبعد الف وباء فبيقول لي واجب لان الخبر مشعر بالقسم مشعرا بالقسم طيب حد تاني يقول لي واجب لان المبتدأ صريح في القسم لا انا ما عنديش المبتدأ صريح في القسم انا عندي هنا زي ما قلت ايه بقى ان هو الخبر مشعرا بالقسم ادي اول حالة يجب فيها حذف المبتدأ اول حالة يجب فيها حذف المبتدأ اذا كان الخبر مشعرا بالقسم الحالة التانية نعمة صفة الاخلاص لا يغيب عن حضراتكم ان الجملة دي نعمة صفة الإخلاص ده اسلوب متح فعل المتح اللي فيه نعمة مش حبذة طب نعمة صفة الإخلاص الإخلاص عندنا ده مخصوص بالمتح مع نعمة لو ما تقدمش عليه بياخد إعرابين بياخد خبر لمبتدأ محذوف وجوبا وده اللي نعايز عن النهاردة أو مبتدأ مؤخر والجملة ما قبله في محل رفع خبر طيب تعال نشوف الاختيار بتاعنا كده نعمة صفة الإخلاص ما تحته وخط يعرب نعطي مرفوع ولا نعطي منصوب ولا خبر لمبتدأ محذوف ولا فعل مرفوع أنا هاخد خبر لمبتدأ محذوف طب حكم حذف المبتدأ هنا ايه ايضا واجب تعال نشوف لواجب في السؤال اللي بعده رقم 5 نعمة الخلق الوفاء الوفاء هو المخصوص بالمتح انا قلت انا حذفت المبتدأ طب حذف واجب ولا جائز طب نشوف مع بعض انا قلت اذا كان المخصوص بالمتح هو اللي هياخد خبر لمبتدأ محذوف يبقى هنا واجب ولا يسا جائز يبقى انا هاستبعد رقم الف ورقم جيم طب اروح في واجب اقول يا طرى اقول في اسلوب متح ولا اقول الخبر مخصوص بالمتح لا اقول الخبر مخصوص بالمتح مع نعمة هنا نقطة مهمة في طالب يقول لي طب ليه ما اقولش في اسلوب متح اقول لنا بقول في اسلوب متح في حالة تانية خالص مش هنا اللي هي لما بقول مبتدأ مؤخر مبتدأ مؤخر وجملة ما قبله خبر وجملة ما قبله خبر طيب لكن هنا بقول واجب ليه واجب مخصوص بالمتح مع نعمة طيب الجملة كمان بئس الرجل الكذاب اظهر ان استهل على حضراتكم برضو اذكر حكم حذف المبتدأ مع ذكر السبب برضو هاخد واجب لان الخبر مخصوص بالذم مع بئس يبقى انا خدت حذف المبتدأ وجوبا حالتين علشان ما حدش انسى الحالة الاولى اذا كان الخبر مش عرم بالقسم زي في ذمتي الحالة التانية اذا كان الخبر مخصوص بالمتح مع نعمة او مخصوص بالذم مع بئسة مخصوص بالمتح مع نعمة او مخصوص بالذم مع بئسة نجي لجملة رقم 7 وازال الكل يركز فيها ام لذانا مشكلة الحي Stella صبر جميل عند الشدائد ما تحته خط يعرب مبتدأ مرفوع خبر مقدم مرفوع خبر لمبتدأ محذوف مفعول مطلق طب انا هستبعد مفعول مطلق تماما ليه لان الكلمة جاية مرفوعة فاذا جاءت مرفوعة تبقى خبر لمبتدأ محذوف تقديره هات للمصدر من اسبر كده صبر حط لها هيئة المتكلم صبري يبقى اصل الجملة صبري صبر جميل عند الشدائد اللي يؤكد عندك ان هي خبر لمبتدأ محذوف انه قتى بعدها بنعت يعني هو عايز يقولك الصبر بتاعي شكله ايه الصبر بتاعي انا بتكلم عليه شكله ايه يبقى صبري صبر جميل زيها بالضبط رقم تمانية استعاب جميل قدر المحذوف المحذوف استعابي زي ما قلت صبري من شوية طب حكم الحرف بتاعه هنقوله واجب طب اصبح عندي الف وديم وده يوم واجب هستبعد باق طب يقول لي واجب لان الخبر مش عرم بالقسم لا ما عنديش قسم في استعاب جميل طب يقول لي المبتدأ مش عرم بالقسم برضو ما عنديش قسم يبقى ياخد الخبر مصدر نائب عن فعلهين يبقى ده الحالة الثالثة اللي يجب فيها حذف المبتدأ انا بقول يجب الله يخليكم تركزوا يجب حذف المبتدأ اذا كان الخبر مش عرم بالقسم اذا كان الخبر مخصوص بالمتح مع نعمة اذا كان مخصوص بالذام مع بئسة اذا كان الخبر مصدرا اذا كان الخبر مصدرا نائبا عن فعله في المكتبة فيش حاجة اسمها في المكتبة واسكت كده يعني وانا بقى سأل حضراتكم دلوقتي بتخيل ان فيه طالب بيتكلم معايا فانا بقول له المعلم فين فهو يقول لي المعلم في المكتبة المعلم في المكتبة المعلم مبتدأ وفي المكتبة شبه الجملة في محل رفع خبر طب فيه طالب تاني بقوله المعلم فين ما قال ليش المعلم في المكتبة قال لي في المكتبة على طول هو كده استخدم لغة الايجاز. يعني حذف حذف كلبة المعلم. اللي هي مبتدأ. طب هنا الحذف جائز وليس واجب. يعني ينفعقول المعلم في المكتبة اقول في المكتبة. لما اقول لك مثلا اين ابوك? فتقول لي كده ابي في المنزل وينفع تقول لي في المنزل على طول ابي في الشغل وينفع تقول لي في الشغل على طول يبقى حذف المبتدأ جائز إذا فهم من سياق الكلام عندما يكون الكلام جواب لاستفهام فالخبر عندي جواب لاستفهام إذا كان الخبر جواب لاستفهام يجوز أن أحذف المبتدأ أنا كده اتكلمت عن حذف المبتدأ وجوبا وجوازا أفكركم بيوم قبل ما نروح لدرس تاني وجوبا إذا كان الخبر مشرم بالقسم زي ذمتي لا أجتهدن وجوبا إذا كان الخبر مخصوصا بالمتح مع نعمة زي نعمة صفة الرجل الإحسان أو مخصوص بالذام مع بئسة بئسة صفة الرجل الكذب أو كان الخبر مصدرا نائبا عن فعله زي صبر جميل صبري صبر جميل وجائز عندما يفهم من سياق الكلام إذا كان الخبر جوابا لاستفهام نروح لدرس كمان بس نكمل هي في المكتبة وإنها شبه الجملة في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف حكم الحذف في رقم عشرة أهو حكم الحذف هيبقى جائز لأننا قلت الخبر جواب لاستفهام نجي للدرس ده بقى